وزارة العدل لماذا لا يفعل القاضى إلى هذه الساعة؟ هذه نصيحة ليس لوزي العدل فقط وزير الداخلية والقائبون على الجيش وما الذي وصع إلى هذا؟ الحال الذي صار الناس يعني لا يطيقونه لا يطاق هو تهاونهم، هو إهمالهم، هو شعارات هكذا يتكلم بها ولا معنى لها في الشارع لم يلمس الناس منهم أي عمل حقيقي إيجابي هي ميزانيات بالمليارات تهدر أموال هذا الذي جعل الناس الآن يمهدونهم لخروج على أي شيء بحيث ندخل في فوضى عارمة ثم نرضى بعدها كما قلت بأي خط الطريقة أو بأي مقترح أو بأي شيء واحد غريب يأتينا به شيء لأن الناس وصلوا إلى درجة الإحباط واليأس سبب هذا هو إهمال الوزارة وتهاونهم وتهاون الحكومة في هذه المسائل أموال كثيرة ضاعت في الحكومة السابقة وهذه الحكومة مليارات ميزانية بستين مليار من يسمع الرجل الفقير الغلبان الذي يعني بدل هو نسي حتى مطالبته مطالبة بالمقوت والمال والزواج والسيارة نسي هذا هو الآن أصبح فاقد الأمن يعني مهدد بالموت في لحظة ويشبه أخته وبنته واخوه وكذا كل يوم يقتف من الطريق ويقتل بدم بارد ولم يتحرك ساكل لا وزارة داخلية لا وزارة عدل بل يبررون يبررون حتى الجرائم هرب ناس من السجن الكوافية ألف مجرم هربوا من السجن ووزير العدل للأسف سمعته يبرر في هذا ويقول ليس عندنا خيار لأن الحماية كانت ضعيفة وفي الوقت نفسه يقول عندنا إخبارية من الصباح أنهم سيهربون ومع ذلك يقول الحماية ضعيفة طيب الحماية ضعيفة ما الحل ما العمل أنت وزير أنت بسؤون دماء الناس هؤلاء الذين يموتون في أعناقكم أيها الوزراء المسؤون على الأمن يقول يعني ما ليس عندنا خيار إلا أن يخرجوا وهم ألف واحد ليس مجرم ولا اثنين ولا ألف واحد ليس عندنا خيار إلا أن يهربوا ألا يموت مئتين هل هذا كلام إنسان قانوني يقول مثل الكلام هل هذا كلام مسؤول هذا نعم أنت عندك قانون قانون طبقه هل هي كلام حقوق الإنسان إلا في الأشياء اللي تخالف الشيء أما فيما يحفظ دماء اللبرياء والضحايا ما عندكم مش حقوق الإنسان ولا كيف في الكلام هذا يقول ما عندك خيار أنت عندك قانون يا رجل يا وزير يا مسؤول يا قانون عندك قانون في هذه المسؤول عندما مجرم يريد أن يهرب من السجن ما الذي عمله ما الذي تعمله هل ليس هناك خير إلا قتل مئتين كما قال وزير عدن هناك وسائل كثيرة جدا ضرب السلاح على الأرجل على الأقدام ترهيب خراطين مياه وسائل عصيم الدول الديمقراطية تتكلمون بحقوق الإنسان باسمها أمريكا تصعب الفادي الوسائل ولا هم يعني حلال عليهم وحرام علينا ما النتيجة من هذا يا وزير ما النتيجة من هذا ألف مجرم يخرجوها الآن وما زال يعني يتكلمون ما زال يمارسون أعمالهم بأي حق بأي وجه وهذا الذي جعل المؤتهم الوطن يتخذ هذا القرار الجري وأنا أكبره أكبر فيهم هذا المؤتهم الفعل هذا قرار أتى في وقته هو دوائد الآن يتأخر عن هذا الوقت البلد تنتهي وإذا كان معادي السائلة وأطالب بالحكومة كل مسؤول على الأمل إما أن يؤدي واجبه بقوة وإما أن يترك حراب عليه يضيع الوقت هذا يضيع الوقت هناك مال هناك مال يهدر أموال الطائلة تهدر وهناك دماء تصفك وهناك جرائم ترتكب ونحن نتفرر ولو كما ذكرت هذه السائلة لو هذا الذي عمله معه مقابلة واختطف بنية وهذه أعداد الآن لا سمع النشح صيات وإلا الأمر يعني يعني لا يطاق لو هذا الذي ضبطوه أقاموا عليه القصاص وأقاموا عليه العقوبة والجناية في الميدان أمام الناس لا توقف الأمر هذا كله لو خمسة أشخاص يقام عليهم الحد ويقام عليهم القصاص تنتهي الإجرام هذا ينتهي هذا كلام الله ليس كلامي الله عز وجل يقول ولكم في القصاص